شهدت محافظة مطروح تدشين عدة مشروعات ضمن خطة الدولة لتطوير المحافظات لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين يأتي هذا في إطار أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى مصر ورفع كفاءة الخدمات بها مشروعات تنموية ومتنوعة بالمحافظات تغير ملامح الدولة لتكون بمثابة بوابة للجمهورية الجديدة محافظة مطروح كانت شاهدة على تدشين مشروعات كثيرة تخدم المواطنين وتقدم لهم حياة كريمة هنا في مطروح تم إنشاء العديد من المشروعات القومية الكبرى كمدينة العالمين الجديدة وميناء جرقوب وتوسع الطريق الإسكندرية مطروحة بالإضافة إلى التوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر والمكتبات العامة وإدراق عدد من القرى في المبادرة الرئاسية حياة كريمة وزير التنمية المحلية هشام أمنات تفقد عددا من المشروعات التي تم تنفيذها في قرية زاوية العوامة المدرجة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالإضافة إلى محطة الرميلة أربعة الجاري إنشاؤها ومركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة أحنا عمل عندنا مدرسة أولاد هيوب وعمل دور تاني للوحدة المحلية عملنا شبكة صرف صحي شبكة مية عملنا تطوير مركز زاوية العوامة وعملنا أيضا ملعب منقل نجل صناعي وأحنا بنشكر سيد الرئيس أنه دخل قرية زاوية العوامة ضمن برنامه حياة كريمة وفي مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة تم إدراج 11 قرية في المرحلة الأولى للمبادرة وتم الانتهاء من تنفيذ 103 مشروعات في مختلف القطاعات بشكل نهائي نحن شهدنا ضفرة كبيرة جدا في محافظة مطروح من خلال تحقيق التنمية على أرض المحافظة ويدي نقل تحيط الموضنين نقل نوعي نحن نشكره جدا على زيارة دونية منى تكرارها إن شاء الله نحن برضو دعمين لكل هذه الجهود ساتة رئيس ونحن فعلا عايشين العصر الزهبي فعلا التنمية في مصر في ظل إنشاء جمهورية جديدة هذه الجمهورية فعلا نحن نفاخر بها العالم فسيطة رئيسة نحن ندعمينك ونحن نفدهارك ونحن نفدهارك ونسندينك ويتم حاليا إنشاء محطة لتحلية مياه البحر أربعة بمنطقة الرميلة شرق مدينة مرسمة روحة فضلا عن إنشاء مركز للسيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة المشروعات القومية اللي بتتعمل في المحافظة عندنا هناك حياة كريمة وزيادة محطة تحلية لرفع تدفقات المياه المحافظة ودي مشروعات قومية احنا بنشاهدها وبنشوفها كل يوم مدينة سيوا هي الأخرى شهدت إنشاء مكتبة مصر العامة المكتب الخضراء كأول مكتبة بيئية تابعة لصندوق مكتبات مصر العامة مقامة على التراس البيئي السيوي ترجمة نانسي قنقر